موسيقى مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج صحتك حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن مرض الغدة ما بين كلام الميديا وكلام الطب حقيقة النهاردة خصصنا حلقتنا إن احنا نتكلم فيها عن الغدة وبالأخص الغدة الدرقية بكل المشاكل اللي ممكن تكون بتحصل في الغدة الدرقية سواء نشاط الغدة الدرقية أو خمول أو ممكن يكون في بعض الأورام أو بعض التورمات بتظهر في الغدة لكن النهاردة فعلا هنتكلم منجاوبة عن أسئلة كتير ممكن نكون بنسمعها في السوشيال ميديا ممكن نكون منحزين ديها شوية بنحاول على قد ما نقدر نمارسها في حياتنا اليومية لكن هنعرف النهاردة هل فعلا الأفكار والطرق والحاجات والوصفات الكتير اللي بنسمع عنها في السوشيال ميديا هل هي صح ولا كلام الطب وكلام العلم والتحاليد والتشخيص السليم هو اللي صح هنعرف أكتر عن غضة درقية هنتكلم كمان عن علاج الغضة الدرقية النهائي بلا عودة لمشاكل الغضة الدرقية واللي هيشرفنا النهاردة بالإيجابة على كل أسئلتنا دكتور نورهان صفوة سويرس أخصائي الغضة الصماء والسكر والتغذية العلاجية ماجستير الغضة الصماء والسكر جامعة عين شمس دبلوم التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية دبلوم كافحة العدوى جامعة عين شمس وعضو الجامعية العربية للسكر والميتابوليزم الحديث عن هذا الموضوع هيكون لقاءنا لكن هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني دكتورة نورهان صفوة سويرس أخصائي الغضة الصماء والسكر والتغذية العلاجية ماجستير الغضة الصماء والسكر جامعة عين شمس دبلوم التغذية العلاجية المعهد القومي للتغذية دبلوم مكافحة العدوى جامعة عين شمس وعضو الجامعية العربية للسكر والميتابوليزم عنوان العيادة 58 شارع الحجاز برج أمون بجوار محطة مترو هليوبلس وأعلى معمل المختبر مصر الجديدة تليفونات العيادة زيرو مية ستاشر عشرة تلتمية تمانية وتمانين أو زيرو حداشر ستة وخمسين مية تلاتة وتلاتين ربعمية وسبعة واتساب زيرو مية ستاشر عشرة تلتمية تمانية وتمانين فيسبوك دكتورة نورهان صفوة سويرس أخصائي الغضة الصماء والسكر يوتيوب دكتورة نورهان صفوة أخصائي الغدد والسكر دكتور نورهان صفوة زيارة شهرية لمحافظة الأقصر زيرو 12 عشرة اتنين واربعين أربعة وثلاثين أربعين ورجعنا لكم مشاهدينا وحلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا جدا هنتكلم فيها عن مرض الغضة ما بين كلام الميديا وكلام الطب كتير مننا بيعاني من مشاكل في الغضة سواء كان عنده خمول في الغضة أو نشاط للغضة ممكن يظهر بعض الأورام بنسمع كتير جدا عن حاجات غريبة بنسمع عن طرق علاج مختلفة بنسمع عن يعني السوشيال ميديا دايما وغدانا في حتة إن احنا مضطرين إن احنا نسمع مضطرين إن احنا ننفذ لكن فعلا العلم ليه كلام تاني العلم ليه تحاليل ليه طرق تشخيص ليه أدوية ليه علاجات حاجات بتكون مهمة جدا وحاجات فعلا بتكون سليمة النهاردة هنتكلم عن الغضة هنتكلم كمان عن الأفكار المغلوطة هتول الوقت هل هي فعلا صح ولا فعلا غلط واللي بتشرفنا النهاردة بالإجابة على كل أسئلتنا دكتور نورهان صفوة سوييرس أخصائي الغضة للصماء والسكر والتغذية العلاجية ماجستير الغضة للصماء والسكر جامعة عين شمس دبلوم التغذية العلاجية المعهد القومي للتغذية ودبلوم مكافحة العدوى جامعة عين شمس عضو جامعية العربية للسكر والميتابوليزم برحب بيك يا دكتور وسعيدة بوجودك معنا النهار دكتورة الغضة ولا دكتورة السكر دول واحد يا جماعة دي ما ممكن نبتدي بيها العلاجة انا اكتشفت ان الناس كثير بتيجي تتعالج عندنا غضة ويروحوا يتعالجوا عند دكتور تاني سكر انا نفس ازال الدكتور اللي هيعالج لك الغضة هو اللي هيعالج لك السكر أنا دكتورة الغضة والسكر ، اسمها سكر وغضة ممكن يبقى حد عندك يا دكتور يقولك انا بعيني مثلا من الغضة بس لسه دكتور السكر ما ليش هعمل إيه والعالج المناسب ده بيحصل فعلا لأن الناس عندها لغط ما بينه ودكتور الغدد ده بيعمل إيه يعني هو دكتور الغدد ده بيعالج الغدد الغدد الدرقية وباقي الغدد بيعالج السكر بيعالج مشاكل البلوغ والنمو بتاعت الأطفال وقصر القامة حاجات كتير جدا خدمات كتير بنقدمها في العيادة لأن احنا متخصصين غدد وسكر فالناس بتبقى عندها لغط ده حصل بالفعل جالي عندي بيعالج له الغدد قال لي بس أنا هروح أخلي دكتور السكر زبط لي السكر أنا حبيبة زبط لك السكر أكيد يا دكتور برضو جزء التغذية العلاجية ده مهم جدا يعني فكرة الناس اللي كمان بيعانوا من مشاكل ومن الوزن للغدد بتعمل زيادة في الوزن السكر نفس القصة بقى محتاج نظام صحي معين يمشي عليه في الأكل فأكيد برضو حضرتك بيبقى يعني على دراية وعلى علم وعندك الخدمة دي كمان موجودة في العيادة مظبوط مظبوط احنا بنعالج الغدد والسكر وكمان أخدنا دراسات كتيرة في التغذية العلاجية فبقينا نقدر ان احنا ناخد المريض كده بكل شكويته ونقدر ان احنا نساعده من كل الاتجاهات طيب خلينا نبدأ بقى حلقتنا النهاردة واول حاجة بنتكلم عنها الغدد يعني عايزين نعرف جسمنا فيه تقريبا قد ايه كم غدد وكل غدد بتشتغل على ايه في الجسم الغدد الموجودة في الجسم هي كذا واحدة احنا نتكلم عليهم من دلوقتي لكن فيه حاجات مشهورة كتير وهي اول حاجة طبعا الغدد الدرقية موجودة اسفل الرقبة كده وهي بنسميها غدد الطاقة اللي مسؤولة عن التركيز واليقظة وتنظيم ضربات القلب وتنظيم درجة الحرارة بتاعت الجسم كمان الغدد المايسترو اللي هي موجودة اسمها الغدد النخمية اللي موجودة في المخ ودي اللي بتحفز وتنشط باقي الغدد التانية في الغدد القذرية اللي مسؤولة عن الكورتيزون وبيبقى فيها جزء من افراز هرمونات القنوسة وهرمونات الزكورة وفي الغدد المهملة للناس مش عارفة ان هي دي غدد اصلا هو البنكرياس البنكرياس ده غدد بيفرز الانسولين وهو اللي ما بيحصل فيه خلل بيبقى فيه مرض السكر سواء من النوع الاول او النوع التاني طيب عايزين نتكلم عن الغدد الدرقية بالاخص وكتير قوي يقولك ايه انا بعاني من غدد درقية بس انا مش عارف هي الغدد الدرقية اللي عندي هل هي نشطة ولا خملة فعايزين النهاردة وبصورة كده بسيطة وزي ما احنا متعودين من حضرتك اني بتبسطلنا الامور جدا وبتشرح لنا شرح وافي عايزين نفرق ما بين الغدد النشطة والغدد الخملة ودي لها اعراض اكيد ودي لها اعراض فخلينا نبدأ كده في الاول يعني الاسباب اللي بتعمل خلل في الغدد عامة الاسباب اللي بتعمل خلل في الغدد بيبقى ليها كده السبب بس الاساسي فيها انه بيبقى حاجتين ان يحصل فيروس او بكتيريا تهاجم الغدد فتعمل التهابات فيها او ان يكون فيه اجسام مضادة بتهاجم الغدد واجسام المضادة بتهاجم الغدد ده بيسميه مرض الهاشموتو او الهاشموتوسيروديتس اللي اكتشفه كان اسمه هاشموتو فاسمه باسمه يعني ودي لما بيحصل بيبقى التهابات منعية بتحصل بتعمل سواء نشاط أو خمول في الغدة أو أن يبقى فيه زي ما بعد الكورونا اكتشفنا الموضوع ده كتير جدا بعد كورونا أن يحصل التهابات في الغدة نتيجة وجود فيروس أو يعني مكترية أو فيروس تهاجم الغدة أكتر غدة دكتور دايما منتشر فيها المرض واللي احنا بنسمع عنها كتير واللي دايما الشكوة منها مستمرة قلتنا ان احنا عندنا تقريبا أربع غدد أكتر كمان احنا سبعة اه سبعة ايه أكتر غدة فيهم هي اللي عندها خلل دايما الغدة الدرقية لان هي المسؤولة عن التركيز واليقظة وتنظيم ضربات القلب زي ما نقولت قبل كده هي اللي بدايما بيحصل فيها مشكلة والغدة الجاردرقية بقى اللي جنبها يمكن دي ما قلنهاش في الأول الغدة الجاردرقية هي دي اللي مسؤولة عن التنظيم الميتابوليزم بتاع الكالسيوم وفيتامين دال واللي بيأثر بعد كده على ألام العظم والمفاصل ويفرق معنا كمان في مشاكل تانية طبع الكلا ومشابها فالتنين دول هم أكتر اتنين بيحصل فيهم مشكلة وساعات كتير تبقى المشكلة جاية من الغدة المايسترو اللي هي الغدة النخمية وكتير ناس تتلقبت تقولي طب أنا عندي غدة درقية هل كده مفي مشكلة في الغدة النخمية هي طب هي اللي مؤثرها ويجي يقولي أنا عندي خمول في الغدة النخمية بس يبقى هو مش متدارك قوي المشكلة ان المشكلة أصلا في الغدة الدرقية فالغدة طبعا عليها لغة كبيرة لكن احنا بنحاول ان احنا نبسط المعلومات علشان الناس تبقى عندها وعي ويبقوا عارفين هم يعني الشك واللي بتحصل لهم يروحوا يعني يزوروا دكتور مين يقدر يساعدهم طب ايه الاعراض ان انا ممكن احس بيها يا دكتور عشان ابتدي اهتمي يعني انا واحدة دلوقتي ما عنديش اي حاجة بتقولي ان انا عندي غدة فجأة حسيت ببعض الاعراض ازاي ابتدي اهتمي وابتدي اكشف عند دكتور غدة صماء وابتدي اعمل تحاليل غدة وابتدي اعرف انا المشكلة اللي عندي نشاط واللخمول اعمل ايه السبب الاشهر على الاطلاق يمكن ده بيجي اكتر كمان في السيدات دايما انت شكوة الغدة بتيجي اكتر من السيدات حوالي 60% بتبقى من السيدات الاشهر على الاطلاق هما 3 حاجات ان انا ما بخسش رغم ان انا بحاول اعمل ضايت كتير او يجيني يقولي انا كنت بخس كتير قبل كده بس بقالي مثلا انسان انا بحاول اعمل نظام ضايت واخس واغير في نمط حياتي بس برضو ما بخسش بدأ ساعات كتير بتبقى المشكلة فيها الغدة ده كده كلنا عندنا غدة كلنا بتحاول ومشاكل الحاجة التانية وهي دايما برضو ان هي بيبقى في مشكلة بالنسبة للسيدات في الدورة الشهرية او لخبطة سواء ان ما بتجيش منتظمة بتتأخر شهرين ثالثة او ان هي بتيجي بطريقة متكررة في نفس ذات الشهر فساعات كتير لما تروح تزور دكتور النسا ويكشف عليها ويزبط كده يقولها لأ ده انتي بالنسبة للنسا والرحم وكله ماشي تمام زي الفل طب نعمل تحليل غد تطلع فعلا المشكلة في الغد الحاجة التالتة وهي ضربات القلب ناس كتير تجيلنا بيبقى محولين من دكتورة القلب زمايننا ان هو جاي بضربات قلب زيادة حاسس برفرفة في القلب حاسس انه حاجة كده موجودة في نفسي مش قادر اخد نفسي وضربات قلبي دايما سريعة يعمل التحليل ويتطمن لقى القلب كويس ويبقى فيه مشكلة في الغد سواء بالنشاط او بالخمول طبعا بعد ما بنكشف وبنعرف مع التحليل الدنيا بتبقى بينه وبنتدي نحط خطة العلاج يعني العرق الشديد والاحساس اللي بيجي لي مثلا اللي هو الصهد اللي بيطلع مرة واحدة هل ده برضو راجع من ضمن اعراض الغداء الدراكية؟ الحقيقة ده فعلا من شكوي اللي جاتنا كتير خاصة السناء دي طبعا احنا بنمر بصف استثنائي الدنيا حرق خالص فيه جزء كبير منها فعلا بيبقى فيه مشكلة في الغداء بس فيه جزء بتبقى حاجات طبيعية للامانة يعني ما بيبقاش العرق ده دايما بيدل ان فيه مشكلة في الغداء فاحنا احسن حاجة ان احنا نقطع الشك باليقين ونبتدي نعمل التحليل تحليل بسيط مش هيقولنا حاجة نتطمن عليه وساعتها يعني لما لقول الامور كويسة بنديك ادوية تحسن الشكوى دي والامور بتتحسن طب ايه التحليل اللي احنا مفروض نعملها يا دكتور؟ التحليل معروفة طبعا جدا وهي تحليل TSH والFree T4 وهما دول اكتر حاجة مشهورة واكتر حاجة نقدر ان احنا نتطمن بيها لكن احنا مش بنشجع ان الناس تعمل التحليل قبل ما تكشف ليه لاني ساعات كتير يروح عند المعمل دي الحاجات المعروفة طب في حاجات تانية بنحب نطلبها زي الFree T4 زي الاكسام المضادة حاجة اسمها Antity O Antity G كل الحاجات دي ساعات كتير يروح الدكتور معمل انا عايز اعمل تحليل غد يعملوا كل الحاجات مثلا احنا مش محتاجين يقل الحاجة واحدة بس منها او يعملوا حاجتين واحنا نبقى بعد ما نفحص العيان ونشوفه نقوله لا احنا عايزين كمان التحليلين دول كمان فبدل ما انت تروح وتشكشك نفسك لا اكشف الاول الدكتور يطمنك ويطلب ليك التحليل المخصوصة لك انت مش اللي هي في العموم حاجة عامة او شاملة تمام من ضمن برضو الافكار والحاجات اللي بنسمحها كتير قوي على سوشال ميديا ان اي حد عنده ورم في الغضة الدرقية لازم يتشال فورا اول ما يعرف عشان خاطر ده مع الوقت بيقلب لورم سرطاني هل الكلام ده صح والغلط؟ يعني ده من اكتر الاسئلة اللي انا مبسوطة ان كنتي حقترحتيها النهاردة لان النتوءات الغضة او العقد بتاعت الغضة بتشكل خوف كبير جدا للمرضى معظم الناس اللي بتجيلنا في العيادة بيبقوا خايفين وقلقانين اول ما الدكتور يعمل لهم صنار بالصدفة او هم يحسوا ان فيه قلم في منطقة الرقبة ويروحوا يعملوا صنار قبل ما يزوروا الدكتور والليهم لا دي فيه نتوءات وغدد موجودة ومحتاج ان هي تتشال الكلام ده كان زمان حقيقي لانه ما كانش فيه طرق ان احنا نشخص بيها ونتطمن ان الامور كويسة 80% من العقد او النتوءات او الاورام اللي بتبقى موجودة في الغضة بتبقى حمدية مش محتاج ان هي تتشال اصلا ولا ان هي تتعامل الجراحة ولا الخوف ولا القلق اللي بيبقى موجودة عند المرضى لان احنا بقين اكتشفنا انه دلوقتي بيبقى فيه الفحص احنا بنفحص العيان وبنقدر ان احنا عندنا شكل مبدئي شكل ان تقادي هل صلبة هل طرية هل بيبقى ليها خصائص احنا وبنكشف عليه من هو قبل ما يعمل اي اشعة او حاج طيب بعد ما بنكشف عليه فيه الخطوة التانية ان احنا نعمله صنار والصنار او الاشعة التلفزيونية اللي على الغضة بقى ليها خصائص كتير جدا حاجة اسمها الاستوجرافي وده بيفرق كتير معنا ان يطمننا ان الغضة شكلها حميدي وبيبقى ليها زي كريتيريا كده معينة واحد اتنين تلاتة ان احنا نطمن بنسبة خمسة وتمين في المية ما فيهش مشكلة حاجة التالتة ان فيه العينة بتاعت الغضة او ان ياخد جزء من الغضة يفحصه وده برضو عملية بسيطة جدا ما تعتبرش عملية يعني هي اجراءة بيحصل في عيادة الاشعة ما فيهش اي مشكلة خالص في الاخر بقى خالص لو لقينا ان كل الحاجات دي بتدل انه فيه مشكلة في الغضة بنبتدي بقى ممكن اه ندخل نشيل او يحصل مشكلة لكن ثمانين في المية او خمسة وتمين في المية من الناس اللي عنده عقيدات بيجولنا العيادة بنطمنهم بيديهم علاج بيقلل التهاب اللي موجود في الغضة ويقلل العقد اللي موجودة او النتوءات اللي مور بتتحسن كتير وبيفضلوا طول حياتهم من غير ما يتعرضوا لان هم يشيلوا الغضة او يتعرضوا للجراحة زي كده حقيقة يعني بشروا حاجة انت تمنطينا في القصة دي لاني اقويل كتير قوي يا دكتور بتتقال ورعب وزعر لاني حاجة بتقولي اكترية السيدات اللي عندهم يعني غضة يعني تعتبر يعني الغضة من اكتر الامراض اللي بتصيب السيدات يعني فيبقى عندهم دايما تخوف ان انا يكون عندي نوع من انواع الورم او النتوءات وتتحول تبقى اورام سرطانية طيب خلينا نتكلم برضو عن نقطة مهمة جدا ويمكن يكون كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل فكرة نشرات الغضة وكسل الغضة ودول دي اكيد ليها علاج ودي اكيد ليها علاج بس احنا دايما بنهضر نقول كلنا بناخد نوع واحد من علاج فخلينا نحاول نسهل كمان على مشاهدين اكتر ايه هو نشاط الغضة الدرقية نشاط الغضة الدرقية ده انا دايما بسميه انه كأنك انت كنت انسان عادي وما فيش اي مشكلة واسفة جاءة حطيت طقتك وحياتك على سرعة مية كل حاجة في جسمك بتبقى ناشطة بزيادة النوم بيبقى قليل دايما عندنا قلق بيبقى فيه توطر عصبية نزول في الوزن جديد على الرغم انك تكون بتاكل كويس دايما متعصب دايما حاسد ضربات قلبك سريعة ودي بيبقى حاجة نسميها بتحصل حد يعني انا النهاردة صحيت بقالي يومين فعلا كده قبل كده كنت انسان طبيعي بس بعد كده حصل لي حتة النشاط بتتخيص كل الناس بتلاحظ علي انت خسيت انت لأ دايما متوتر دايما متعصب ساعات كتير تيجي بان يبقى فيه تضخم شديد في منطقة الرابق او تضخم في الغضة ده ساعتها بيبقى نشاط معظم الناس ساعات تروح لدكتور القلب او دكتور البطنة يعمل له فحوصات يقول لأ ده انت عندك نشاط في الغضة لازم تزور اقرب دكتور غضة دليك وده بيبقى لان نشاط الغضة ساعات كتير بعد شر يعمل مشاكل في القلب ما بين زبزبة ما بين ضعف في عضة القلب فعلشان كده بيبقى من الحاجات اللي احنا لازم ناخد فيها خطوات بسرعة نتطمن عليه ونبتدي ناخد العلاج المزبور هل فيه اسباب معينة يا دكتور ان نشاط الغضة ممكن نشاور عليها او نقول هي دي السبب يعني لنشاط الغضة الاسباب يعني برضو الشبيهة للحاجات اللي كلمنا في العلاج في الاول الاسباب مناعي هو اللي وصلنا لمشكلة في الغضة قدت الى النشاط لكن الفكرة ان احنا نحاول نتحرك بسرعة علشان نقدر ان احنا نخفف في الموضوع ده ونرجع تاني لحياتنا الطبيعية فكرة تورم الغضة بتكون موجودة اكتر يا دكتور في الغضة نشطة ام الغضة الخاملة يعني بنحس اكتر من تورم الغضة او تضخم الغضة ده سؤال حلو جدا برضو نشاط الغضة والخمول ده مشكلة في الكيميا في التحاليل بتاعت الغضة الكيميا بتاعتك مش مزبوطة في عملالك سواء نشاط او خمول تورم الغضة ده مشكلة في نسيج الغضة ساعات المرضى ييجوا بمشكلة بس في النسيج اللي هي العقيدات او النطوات اللي احنا تكلمنا عليها وحبينا ان احنا نطمن المرضى اللي بيتابعونا عنها او ان يبقى فيه مشكلة في الهرمونات اللي هو النشاط او خمول دي نقرة ودي نقرة اخرى يعني مش مثلا الاقي على الفيسبوك مثلا او على السوشيال ميديا حد طلع يقولي خدي بالك لو رأبتك ابتدت تورم شوية او الغضة وانت في خيب انت عندك نشاط في الغضة ومش عارفها ايه 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 دي برضو من الحاجات المغلوطة ساعات كتير تبقى فيه مشكلة في النسيج بس ما فيش مشكلة في الهرمونات انت ما عندكش للنشاط ولا خمول انت بس عندك عقيدات موجودة وساعات العكس بقى انت ما فيش اي حاجة باينة عليك بس عملنا التحليل لقينا ان احنا فيه عندنا خمول شديد او نشاط وساعات ييجوا بالاتنين عندي خمول في الغضة ومسبب لي التهابات في عمال لي زي تورم في الغضة طيب انا ميز بينهم ازاي يا دكتور فكرة النشاط الغضة والتهابات الغضة او الامراض المناعية اللي ممكن تكون بتصيب الغضة يعني دي لها اعراض وديها اعراض ولا كله متوقف على التشخيص كله متوقف على التشخيص انك تزور الدكتور ليه لاني ساعات كتير لما احنا نكشف نقول اه احنا عندنا التهابات في الغضة بس هل عندنا مشكلة يعني نشاط او خمول في التحليل لا يبان اه بتكشف ونديك حاجة مبدئية لكن طبعا بيبان بالتحليل فلا يعني لما بنكشف احنا عليك وناخد التاريخ المرضي المفصل بنقدر ان احنا نساعدك بالخطة المناسبة لك انت زيها زي ايه امراض كتير يعني مش بناخد كده انا عندي غضة فهاخد علاج ايوة انت عندك ايه في الغضة عندك خمول عندك نشاط عندك مشكلة في النتوءات او عقيدات على الغضة او بعد الشر بعد الشر او رام كل حاجة ليها علاج وكل حاجة بتختلف طبعا في الخطة بتاعتها طيب نشاط الغضة الدركية حالك قلت من ضمن الاعراض بتاعته او من ضمن المشاكل بتاعته الحالة المزاجية قد ايه بيبقى متعصة قد ايه بيبقى يعني ليه دايما هي بتأثر عن ناحية المزاجية اكتر منها يعني ليه الغضة دايما مرتبطة او المتهمة الاول في فكرة الحالة المزاجية والاكتئابات والعصبية والنرفزة الاكتئاب او اللخبطة والتوتر العصبية مرتبطة كتير جدا فعلا بالغضة ودي الحاجة المشترك ما بين النشاط الغضة وخمول الغضة يعني مريض الغضة سواء نشط الهرمونات دعته نشطة او خملة الاتنين بيشتركوا انهم عندهم عصبية واكتئاب بس الموضوع بيختلف على حسب حدة او مشكلة النشاط والخمول شكلها عمل ازاي يعني ايه يعني ان احنا في النشاط بتبقى كل حاجة متسرعة فهرموناتك سريعة جسمك على طول متوتر دربات قلبك سريعة فدايما بتبقى متعصب مش عارف تفكر بطريقة موزونة فدايما بيبقى في عصبية والعصبية بتأدي المشاكل تعمل في الاخر اكتئاب طيب العكس النشاط ده خلاص احنا نكمل في النشاط طب خمول الغضة الغضة بتبقى كل هرموناتك الهرمون بطيء مش بيفرس بالطريقة كويس وكل حاجة بطيئة حاس ان انت عايز تعمل كده لو تسيبوني في حالي انا حياتي هتستقيم انا مش عايزة اتحرك مش عايزة اقوم مش عايزة اعمل اي مجهود دي ما كانش طبيعتي بس انا مش عايزة اعمل حاجة فمع التراكمات بيحس انه لا انا شكلي كده انا مكتئب ولا ايه فبيبقى بغلط ما بين ان يبقى عندك مشكلة في الغضة وما بينك تابقى ده برضو من زميلنا ده كاترة النفسية والعصبية ساعات كتير يعملوا التحليل يطلع فيه غضة وتبقى هو ده العلاج انك تبتدي تعالج الغضة للمورة تتحس وساعات لأ اني يجي واني يقول الغضة لأ ممكن تبقى هي السبب وتبقى لأ المشكلة طبعا محتاجة انك تزور دكتور نفسي تمام طيب عايزين نسأل على علاج بقى دكتور وبنسمع كتير قوي ان في علاج للغضة بالاعشاب ومش عايزة علاج تتحكي اكيد انت يعارف حاجة زي كده في علاج بالاعشاب فقلنا العلاج ده يعني منجيبه منين ونقدر نعمله ازاي عشان نخيف نخيف كلنا الاعشاب للأسف دي من الحاجات ترندات الميديا اللي طبعا غلط خالص ناس كتير تيجي تقول لنا والاعشاب دي مش موجودة طبعا في الغضة بس دي موجودة في كل التخصص والغضة والسكر انا هتعالج بالاعشاب طبعا الكلام ده مش صح ممكن تبقى فيه حاجات مساعدة الحقيقة عشان نبقى برضو الكلام يبقى منطقي لكن العلاج بتاع خمول الغضة او نشاط الغضة لازم تاخد الاقراس اللي الدكتور حيوصفها لك مفيش حاجة اسمها انا هاخد عشاب من عند العطار حخيف ده ساعات الاعشاب هي اللي تعمل نشاط الغضة يعني احنا عندنا حاجات موسقة عندنا في الجامعة مع دراسات اتعملت لقينا ان ساعات كتير العطارين او بتوع الاعشاب يخلطوا حاجات تبوز الغضة الدرقية فده طبعا لا ده غلط كبير طب ايه هي الاعشاب اللي ممكن تساعد مش اعشاب على قد ما هي اكلات لان الغضة بتبقى محتاجة مضادات اكسادة بتفرق كتير معنا في تنظيم هرمون الغضة طب زي ايه زي اليود وده طبعا من الحاجات الاساسية اللي بتفرق في تنظيم هرمونات الغضة زي السيلينيوم زي فيتامين دال زي فيتامين سي واهم حاجة فيهم اللي هو الحديد الحديد يبقى كويس في جسم الانسان ميبقاش عندك انيميا ميبقاش عندك مشاكل فالحاجات دي لما بناخدها من الاعشاب او ماشي من الحاجات الاكل الطبيعي بتفرق معنا كتير جدا فالشان ديما كده يقولك لا مريض الغضة لا اهتم باكل الحاجات اللي فيها هيود اهتم باكل الاسماك التونة المنتجات البحرية دايما تخلي في اكلك في البيض الحاجات اللي فيها في صفور شوية اه دي حاجات فعلا حقيقية لكن لا تغني عن ان انت تاخد علاج للغضة ودايما بنشوف يا دكتور مع علاج الغضة اللي احنا بناخده دايما دكتور يبقى حريس قوي يقولك لازم تاخد فيتامين دي طبعا فيتامين دي زي ما حاجة بتقولي برضو من اهم الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا ناخده عشان سواء نشاط يا دكتور او خمول او خمول الادوية او اليود والحاجاتك بتتكلمي عنه دلوقتي ده كله للغضة بصفة عامة سواء نشاط او خمول بالظبط للغضة بصفة عامة احنا بنحب ان احنا ندي مضادات الاكسادة اللي بتفرق معنا ده حسب كل الدراسات الطبية الجمعية الاوروبية للغضة لقيت انه لأ لما بنضيف بعض من الفيتامينات والمعادل اللي بتبقى ناقصة في الجسن لما يحصل خمول في الغضة او نشاط بيفرق كتير ان يرجع الغضة لحالتها الطبيعية وهرموناتها ترجع مظبوطة اكيد هنتكلم اكتر يا دكتور عن الغضة هنتكلم عن الافكار المغلوطة وعن الكلام الطب العلمي والمعمول الابحاس وحاجات كتير قوي عشان نوصله لكن استاذينك نطلع فاصل مشاهدين هنعرف اكتر عن الغضة وعلاجها وازاي نقدر نتعامل معها والفرق بين الغضة النشطة والغضة الدراقية واكيد كل حاجة فيهم بيكون لها علاج مختلف لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم مشاهدينا مرة كمان بعد الفاصل وحلقتنا النهار ده حلقة مهمة نتكلم فيها عن مرض الغضة ما بين كلام الميديا والكلام الطبي او كلام العلمي وزي ما تكلمنا في الجزء الاولاني قد ايه فكرة ان سوشال ميديا وجودها في حياتنا ممكن يكون مفيد لكن في بعض الاحيان بيكون مضر وده اللي احنا اكتشفناه في الجزء الاولاني كتير بنسمع عن اقاويل بنسمع عن انواع معينة من العلاج سواء كان بالاعشاب تحليل معينة بنعملها اقاويل بتتقلنا ان انت لو انت سبت انواع معينة من الامراض ممكن ده يتحول يبقى امرات تانية ونعيش في قلق ونعيش في رعب او نعيش في استهتار ونعيش في لا مبالاة وفي الاخر يطلع ان الامر كان محتاج استشار الطبيب وهنا بيجي دور الدكتور طالما الحاجة بتوصل لصحتنا ده لازم يكون في استشار الطبيب وده اللي احنا دايما بنسع عليه في برنامج صحتك وكل الحلقات اللي احنا بنقدمها قد ايه دور الطب مهم جدا ودور استشارة الطبيب مهم جدا ومنسبش ودنا ان احنا نسمع اي حاجة سواء بقى كانت على السوشيال ميديا او ايه تخريب بتقلنا الحقيقة النهاردة مكملين معاكم بقى حلقتنا ونتكلم عن الغضة الدراقية ونتكلم اكتر عن المضاعفات والغضة الدراقية هل فعلا متمنع الحمل ده اللي هنعرفه النهاردة وهنعرف اكتر عن الغضة واللي بيشرفنا النهاردة بالإجابة على كل اسألتنا دكتور نورهان صفوط سويرس اخصائي الغضة الصماء والسكر والتغذية العلاجية مجسير الغضة الصماء والسكر جامعة عين شمس دبلوم التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية ودبلوم مكافحة العدوى جامعة عين شمس وعضو الجامعية العربية للسكر والميتابوليزم برحب بيكي مرة كمان يا دكتور طبعا دكتور يعني انا اسفى انها طولت في المقدمة لكن فكرة اني احنا فعلا بقىنا وصلنا المرحلة يعني انفوض ان احنا بنتقدم وبنوقع يعني وفي تطور وفي علم وفي اختراعات وفي حالات كتير قوي لكن انا حاسة ان احنا قصدين ان احنا نرجع نفسنا الوراء يعني منسيب نفسنا ان احنا نسمع حاجات وننفذها زي الوصفات يعني وصفات مش بقت للبشرة والشعر واللدوافر لا ده الوصفات ده خدف الأمراض زي ما كنا منتكلم قبل الفاصل يعني بتقول الاعشاب والكلام ده كله كان فعلا يعني حاجات تدحك ايوه دي عقية الاساس فيها ان احنا بقينا الميديا بقت تخلي ناس كتير ممكن ساعات كتير تناخد الاستشارة او نسمع كلام ميبقاش اصلا دكتور فطبعا لا احنا دائما بنوجه العناية انه لا ضروري انك ترجع تبقى عارف ان انت الشخص انا رايح لدكتور او شفته في الحقيقة او شفته ليه عيادته ليه دنيته يبقى هو ده دكتور فعلا غير الناس بتطلع لا انا دكتور طبما كلنا ده كترة احنا بنسميها بلد الميت مليون دكتور طيب خلينا نتكلم يا دكتور عن علاج الغدة يعني مش علاج الغدة لناخده عشان نزبط النسب بتاعت الغدة لكن انا لما بعرف دلوقتي ان انا عندي غدة خاملة او الغدة بتاعتي نشطة هل في علاج او في حاجة معينة ممكن ابحث فيها او اعمل تحاليل توضح لي ايه سبب نشاط او خمول الغدة وبناء عليه يتم علاجها ده سؤال مهم وضروري ان احنا نتكلم فيه باستفادة ان احنا نفهم الناس كمان تفهم احنا بالموضوع بيتم ازاي احنا خلاص عرفنا ان احنا عندنا مشكلة في الغدة وانت جيت صورتنا طيب هنعمل ايه هنعمل لك التحاليل بتاعت الغدة الدرقية التحاليل زي ما انا قلت كده فيه تحاليل عامة اللي هو TSH والفري تي فور وفيه تحاليل اكساب المضادة قليلا نتكلم في نشاط الغدة نشاط الغدة بيخف بنسبة يعني 95% بالطرق العلاجية الطبية اللي هي بالأدوية في خلال من سنة ونص لسنتين ضيب بيخف خالص اه بتخف خالص وبترجعش تاخد أدوية وده العيان اللي احنا بنسميه بيطلع من العيادة مبسوط وسعيد اللي هو لا انا خلاص انا خفيف من الغدة انا مش حاجة لكو تاني بيتم الموضوع في قد ايه محتاجة طبعا التزان وفي خلال من سنة ونص لسنتين الغدة او النتوقات الغدة اللي تكلمنا عليها في اول الحلقة ودي برضو لو هي ارقامها قليلة او حجمها مش كبير بنقدر ان احنا نديها علاج دوائي من غير ما ندخل في عمليات من غير ما ندخل في اي مشاكل وبتخف وبردو بتبقى متابعة مثلا كل ست شهور كل سنة بحيث ان احنا بس نتطمن ان الامور مستقرة الحاجة الثالثة وهي خمول الغدة الدرقية وخمول الغدة الدرقية ده بيبقى فيه ساعة كثيرة تبقى فيه اجسام مضادة بتهاجم الغدة وساعتها ضروري ان احنا نمشي على العلاج بصفة مستمرة ويمكن هو ده اللي بنسميه علاج مدى الحياة بس انا النهاردة جاية طب منكم انه العلاج ده الناس بتبقى خايفة انه يبقى علاج زي السكر زي الكوليسترول لكن لا ده هرمون طبيعي خمول الغدة الدرقية بيتعالج بهرمون الطبيع بتاع الغدة الدرقية وده مفوش اي مشاكل خالص مش بيعمل اي مضعفات لانه ده حاجة طبيعية هو هو اللي بيتفرز من جوة الجسم احنا بناخده من بره فمش بيبقى فيه اي غلط الناس تقولك لا ده بيعمل اورام ده بيعمل ضربات في القلب ده بيعمل دخاء وبيعملش اي حاجة اي عالج جنبية بلوش اي عالج جنبية ده انت بتزور الدكتور وبتزبط الجرعة بتاعتك لا مفوش اي مشاكل خالص ونقدر احنا ناخده بامان ده امن في الحمل وامن في الرضاعة وامن في كل حاجة على كل المستويات يعني الغدة الخملة هي الغدة الوحيدة اللي ممكن ما يكونش لها اي اسباب اخرى غير ان افراز الغدة هو اللي بقى ضعيف او بقى فيه خمول يعني اه او يبقى فيه التهبات التهبات دي برضو بتخف يعني فيه تهبات الغدة بتبقى حاجة حدة مدة اسبوعين تلاتة شهر برضو دي بتقدر ان احنا نخف فالاختيارات قدامنا ان احنا نعالج الغدة كتيرا بتختلف كل واحد بيبقى ليه قصته انت ليك قصة انت لوحدك ليك علاجك انت لوحدك بتسألش بقى جارك وجارتك قصة لنا باخد الحباية الصبح علي الري ويجو يقول لي كده انا باخد الحباية الصبح علي الري انتي ليه مداتنيش الحباية لعقلص الصبح علي لأ حضرتك انت عندك نشاط في الغدة انت محتاج تاخد الادوية مرتين وتلاتة في اليوم مش انت الشخص اللي بياخدها الصبح علي الري بصاصل كل الناس بتاخد نوع دوا واحد معروفة يعني في عندك نشاط عندك خمول كله بياخد دواء لا 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 البرشامة اللي بتتاخد الصبح على الريد دي برشامة الخمول لا ممكن تبقى عندك مشاكل تانية مش هي دي اللي علاجها برشامة بتاعت الصبح هناك ناس كتير قوي يا دكتور بتبقى خايفة من فكرة الجرعة بتاعت البرشامة على الصبح او الدواء بتاعت الصبح يعني كان الاول 50 بعدين بقى 75 بعدين طب ليه دكتور انا ليه الارقام عندي عمال كل شوية تعليلي طب ما هي انا كده انا هفضل اوصل وعلى كده لحد امتى الغدة على طول فيها خمول وعلى طول حضراتك بتعليل يعني دايما بنسمع اني فيه خلاف على الجرعات وايه السبب اني فجأة لاقي الغدة بتاعتي الجرعة بزيد رغم ان انا مواصبعة الدواء وبغضوا في موعده وبعمل كل الاجراءات اللي الدكتور ايه اللي عليها يمكن دا سؤال من فعلا المرضى الكتير بيجونا في العادة بيبقى عندهم نفس التساؤل وده بيجي لان الغدة الهرمون بيتحسب على حسب الوزن والمواسم الوزن لما بيتغير الجرعة بتتغير سواء بالزيادة او بالإجابة خليه اقول لي القصة حصلت عندي في العادة وده من مدة قريبة جاتني مريدة بتتابع معايا وده كان من حوالي ثلاث سنين وكانت قبل ما هي سيدة جميلة كده قبل ما تتجوز وكانت في اللذيذ منه كده ستين كيلو حياتها في استقيمة بتاخد جرعة معينة جاتني بعد ثلاث سنين ما تبعتش بقى ولا بصت ولا شفناها بعد ستة شهور بعد سنة بعد ثلاث سنين ربنا كرمها وولدت وخلفت ووزنها زاد وبقت حوالي خمسة وتمانين كيلو ولسه بتاخد نفس الجرعة وجاي يا دكتورة أنا زعلنا منك إزاي ده جرعتك التحليل مش مزبوط أنا كنت على طول بعمله مزبوط ده ليه؟ ده لإني كنت يزدتي في الوزن مدام إحنا زدنا في الوزن بدأ محتاجين إن إحنا نحسب زي معادلة كده إن إحنا نعرف إيه الجرعة الجديدة ليكي فالجرعة بتحسب على حسب الوزن والمواسم جرعة الصيف غير جرعة الشتاء عشان كده دايما الناس اللي بتابع معنا في العيادة بنحب نشوفها مرتين في السنة يعني غيرا إن ممكن تبقى فيه طبعا ساعات نحب نشوفه من كل تات شهور كل 4 شهور كل الكلام ده لكن الأساس في خمول الغضة الدرقية هو نحب نحب نشوفك مرتين في السنة بداخلة الصيف وداخلة الشتاء أنا أول مرة عرف إنها مرتبطة بالصيف والشتاء معلومات جديدة لا وهي ده ده فعلا الناس كتير ما تبقاش عارفة الدكتور بيجيبهم كده وخلاص لكن هي دي بتبقى وظفتنا إن إحنا في العيادة بنشرح للمريض بتاعنا كل حاجة بتحصل إزاي وليه وإيه السبب بتاعها علشان تبقى أنت عارف ويبقى حتى فيه متابعة فيما بعد أنا لو قلت لكم لو الله النهاردة أخد جرعة الخمسين وروح كده يلا هتبقى كويس وإنت فعلا بقيت كويس بس أنت مش فاهم طب أنا هاخد الخمسين ليه هاخدها إمتى لا إحنا مفاهمهم كل حاجة بالزبط وإنه فعلا هي بتختلف ما بين الصيف والشتاء علشان كده الجرعة بحتاجة تتغير فإحنا من خلالكم بقى النهاردة لازم سواء إحنا سواء أي دكاترة زميلنا لازم تزور دكتور الغدد لو أنت بتعالج من خمول الغدد درقية مرة صيف ومرة شئت على الآل والبالة الطويل والشرح الوافر ده دايما بيميز دكتور نورهان يعني ده اللي احنا تعودين عليه منك طيب خلينا نتكلم برضو عن أسئلة برضو معلش يا دكتور أنا عارفة أنا طولت عليك في موضوع العلاج لكن إحنا فعلا متلغبطين كتير أوي يقولك دواء الغدد لازم تاخده قبل الأكل بنصف ساعة وكتير أوي يقولك لأ هو يفضل أن هو يبقى قبل الأكل بساعتين لا لكن الدواء لو هتاخد دواء تاني يعني فيه ناس بتصحى الصبح عندها مشاكل كتير بتاخد دواء الغدد بعدها تاخد دواء المعدة بعد كده تاخد دواء السكر بعدين تاخد لازم محبز أن الدواء الغدد يتاخد الأول بعدها بساعتين تاخد أي دواء تاني فإحنا عندنا يعني زي إيرور كده أو لغبطة إيه مثلا المعاد المناسب لدواء الغدد المعادة المناسب ده هو خمول الغضة الدرقية خلينا نتكلم عن الهرمون الهورس الصبح بتاعنا ناخده امتى ليه فعلا قواعد مهمة جدا لازم ناخدها لان الهرمون بيتفاعل مع بعض من انواع الاكل وبعض من الادوية فعلشان كده ظهرت القاعدة المشهورة على الاطلاق وان هو دواء الغضة بيتاخد الصبح على الريق قبل الاكل بساعة ساعة لربا ففعلا نحب ناخده بعيد منسميه زي الفريق كده ما يحب الشريك فانا اخدهش معاي حاجة لا اكل ولا شرب ولا ادوية تانية لان في بعض المعادن بتأثر على الامتصاص بتاعه بتخليه ما يشتغلش 100% طب انا النهاردة خدت جرعة 100 ميلي جرام او يعني البرشامة اللي هي 100 ميلي جرام بس لقينا انه الارقام مش متزبطة معانا التحاليل انا ولا كأني باخد البرشامة ليه باخدها الصبح واكل على طول باخدها مع ادوية تانية زي ادوية المعدة بتأثر على الامتصاص بتاعها فلازم نبعدها ادوية الفيتامينات الكالسيوم الحديد كل الحاجات دي بتأثر عليها فعشان كده ظهرت القاعدة للأشهر على الاطلاق ويتاخد قبل الاكل بساعة ساعة لرب عشان نضمن انه تبقى فعليته 100% ونضمن ان العيان لما يجلنا تبقى تحييره مظبوطة ويبقى حاس انه هو كويس الريق ده يا دكتور يعني صايم كم ساعة يعني صايم انت عارفة في ناس عندها لهم يعني بتصحى تاكل في نص الليل ممكن ساعة 4-5 يصحوا ويأكلوا ويصحى ساعة 8 يروح الشغل مظبوط فيبقى صايم قد ايه تقريبا على الالي ساعتين من ساعتين لتنس ساعتين عشان تبقى المعدة بنسميها كده فضت اللي جواه وانت واخدها على غيار الريق فساعتين لو انت بتاكل لو انت من الناس اللي بتصهر ملاخ بطنومك وبتاكل لأ ساعتين قبلها وتستنى ساعة ساعة لربع وتاكل بعدها عشان نضمن ان مية في المية من العلاج مصبوط ضمن الاسئلة برضو اللي بتجيلنا جرعة المية وانا بشرب دواء الغدة اخده ببق مية صغير ولا اخده بمية كتير عشان المعادل ممكن تكسر الدواء بتاع الغدة او المكونات بتاعته الاسئلة النهاردة في منتهى الجماعة معلاش يا دكتور احنا يعني اوزين النهاردة نقول الكلام اللي بنسمعه في الميديا المية طبعا ما بتقصرش المية دي دي حياة ما فيش مننا مشكلة المفروض اللي احنا بناخدش بس معاه اي ادوية تاني لكن المية ناخد جرعتنا عاي ياريت اشرب مية حضرتك كبايتين تلاتة النهاردة مع دواء الغدة اشال الحياة تستقيم ده احنا اي دواء بجد من ضمن التوصية اني لازم الدواء تاخد بمية كافية عشان خاطر كمان يساعد يعني زوبان الدواء والكلام ده طيب من ضمن برضو الحاجات اللي بنسمعها يا دكتور اني خلل الغدة الدرقية بيمنع الحمل هل هو مانع من مانع الحمل الحقيقة انه لا المشكلة بتاعة الغدة وتربط الغدة مش بتمنع الحمل لكن الغدة اصلا من اهم مميزاتها ان هي بتعمل تنشيط للمبايض هي المسؤولة عن تنظيم الهرمونات ان تبقى الامور كويسة فارتبط دايما انه لما بتبقى فيه مشكلة في الغدة انه اه ممكن ان هي تأخر حدوث الحمل تقلل النسب بتاعته لكن هي مش مانعة تماما عشان كده معظم المرضى اللي بيجولنا علشان يتابعوا معانا في الحمل بيبقى مشكلته منهم هم جايين من دكتور النسا هو دكتور النسا اللي هم رحوله واجتشفوا ان في مشكلة في الغدة فجايين عشان يتابعوا معانا من ناحيتها لا الامور اه فعلا لما بنزبط الغدة ونزبط الهرمونات بتاعتها المور بتاستقيم وبتبقى الدنيا تمام لكن هي مش مانعة تماما للحمل لكن كون ان هي الجرعات بتاعتها مزبوطة او الهرمونات مزبوطة في الجسم طبعا بتساعد إن الحاملة يتم بشكل آمن وتبقى الأمور تماما طيب ودوى الغدى بيأثر على الجنين؟ دوى الغدى مش بيأثر على الجنين لا 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 ده بالعكس ده حماية ليه الغدى أو الهرمون الغدى الطفل بيبقى محتاجه في أول 3-4 شهور من هو في بطن أمامته يعني في بطن أمامتي لسه الطفل ما عندهوش غد فبياخد الهرمون من الأم عشان كده مهم جدا إن احنا زاعدت كمان بنضعف الجرعة بنخليها 25% أو 50% زيادة علشان الطفل يقدر يخدها بشكل آمن وتبنى عنه ليحصل مشكلة فبالعكس ده هو علاج آمن في الحامل وفي الرضاعة كمان تمام يعني برضو دي يا دكتور من ضمن الحاجات اللي احنا بنسمعها فكرة بلاش تاخدي ده والغدى طول ما انت حامل لأن الأدوية أصلا مش حلوة عشان خاطر الجنين فاحنا بنبين النهاردة أن الكلام ده كله ملوش أثاس من الصحة وكمان عاوزين نسأل سؤال بقى أيهما أخطر هل يعني نشاط الغدى الدرقية أم خمول الغدى الدرقية نشاط الغدى والخمول بيبقى ليهم هما مش حاجة صرف كده يعني النهاردة عندي نشاط لا احنا ممكن بقى عندنا النشاط بسيط ممكن بقى عندنا نشاط رقام تبقى المستويات بتاعته عالية جدا طبعا لو فيه مقارنة ما بين الاثنين والاثنين مش أفضل شيء لكن النشاط بنخاف منه انه ساعات كتير يعمل مشكلة في الكيميا أو دربات القلب والكهرباء بتاعت القلب ساعات يعمل زبزبة وزينية يعمل مشاكل كتير ومن هنا جات خطورته يعتبر من الحاجات التوارئ لو انت عندك نشاط ضروري انه تروح تتعالج بسرعة الخمول يمكن المستوي بتاعه بطيء الناس كتير تبقى عندها خمول في الغدى وهي مش عارفة أصلا لو لو لم راحت لدكتور دايت علشان تخست لو لم راحت لدكتور نسا لو لم راحت لدكتور قلب عرفت من التحاليل انه عندها مشكلة بتبقى الأمور أبسط شوية لكن طبعا بيبقى ليه مخاطر لكن لو احنا نتكلم إجابة صاريحة يعني لأ النشاط طبعا بيبقى لازم يتعالج بسرعة وناخد فيه احتياطاتنا بس ما ننساش برضو النشاط ممكن يخف خالص آه ما هي دي بقى عندنا ميزة برضو عندنا عيزة دي البشرة النهار دي الخبر السار دي حقية طيب كتير يا دكتور بنسمع أنا عندي خمول في الغدى ووزن زيادة وعمري ما أخص مهما خدت الأدوية ومهما خدت العلاج أنا كده كده عندي خمول فسيبوني بقى هفضل طول عمري جسمي مليان وهفضل طول عمري وزني زيادة الحقيقة دي برضو من الحاجات المغلوطة جامد في الموضوع ده خاصة أنه احنا أصلا عندنا آه فعلا 80% من الناس اللي بجلنا بخمول الغدى بيبقى عندها زيادة في الوزن بس احنا فيه 20% ما بيتأثروش وساعات بيخسوا يعني يقولي إزاي أنا يا دكتور عندي خمول في الغدى الضرقية وأنا خاسز دي المفتوضة أن أنا أدخل لا مش دايما القاعدة سبتة لكل الناس لكن الجزء الكويس النهاردة في الموضوع أن لا احنا بنقدر أن احنا نزبط لك الجرعات بتاعتك نديك الأدوية المناسبة والفيتامينات اللي بتساعد أن الحرق يشتغل وأن الأمور تبقى كويسة وأنك تساعد في التخصيص خاصة أن احنا من ناحيتنا ويعني في العيادة بنقدر أن احنا نديك نظام تمشي عليه مدروس ومتجرب زي ما بيقولوا بنقدر أن احنا نفقد الوزن بتاعنا ونرجع للحياة أو الوزن الصحي اللي احنا نقدر نكمل بيه حياتنا وتبقى أمرنا تماما طيب يعني طالما التحاليل المعملية بتاعت الأرقام بتاعتها طلع في الطبيعي أو في النورمال يبقى أنا كده بنقدم طبيعي خالص ولا بقى عندي خمول أمرس حياتي بشكل طبيعي مفيش إحساسي النهجان والعرق التوتر للحالة المزاجية مش فكرة أن أنا عندي خمول يبقى لازم أبقى جسمي مليان أو لو أنا عندي نشرات لازم الحالة المزاجية تبقى سيئة لكن فكرة هي الدرجات هي اللي بتأثر علي مش النوع المرض نفسه بالزبط مدام أنت بتاخد العلاج أذي ما أنا أقول للناس اللي بتابع مع عندنا في العيادة لو أنت خلاص أنت احنا تشخصنا أن عندنا خمول دكتور مش دكتور إيه رأيك إيه رأيك في التحليل دي فيها مشكلة يقولك لا ده أنت الغد عندك زي الفل هل هو عارف القصة هو مش عارف القصة أنا عندي خمول وتعالجت مدام أنا أرقامي كويسة ومتزبطة بطريقة معينة لا أنا إنسان طبيعي قادر عيش حياتي عادي أخذ الأدوية المناسبة للتخصيص أخذ العلاج أخذ النظام أزبط وارجع تاني إنسان طبيعي ما فيش أي مشكلة آخر سؤال معانا معيش يا دكتور عارف أنا تعبتك النهاردة بقى أسئلتي بس الحقيقة سؤال برضو مهم جدا هل الغدى الخملة ممكن تبقى نشطة والعكس ده سؤال برضو مهم أه فعلا ممكن الغدى الخملة تبقى نشطة والنشطة تبقى خملة بس مش بالطريقة اللي الناس بتبقى فاكرة أو السؤال ما بييجيش بالطريقة دي اللي بيحصل إنه لو الغدى خملة جرعة وليه لا أنت ما تبعتش وما دورتش فابتديت ويحصل ويكأنه نشاط في الغدى بسبب مش أن أنت عندك نشاط إن جرعة الغدى بتاعتك هي اللي زيادة ومحتاج أن هي تتزبط فمن هنا جال آه إيه ده إزاي دكتور أنا عندي غدى خملة والنهاردة جاي في التحليل غدتي نشطة لا هي غدتك مش نشطة أنت اللي المفروض كنت تتابع إنه إحنا نديك الجرعات المناسبة اللي تزبط الجرعة للطبيعة العكس بقى آه فعلا النشاط بيجي ممكن بخمول وده بسبب الالتهابات المناعية ساعة الالتهابات بعد ما تخف ترجع تعمل شوية خمول بسيط في الغدى يفضل مكمل معانا كذا سنة فآه ممكن ده يحصل بس في المجمل اللي اتنين ديهم علاج وتزبيط الجرعات بتفرق كتير معانا الوراثة لها دور في الغدى سواء النشطة أو الخملة العمل الوراثة يعني الوراثة دي من الأسئلة اللي دايما بيسؤالها لنا لما ماما تيجي بقى النهاردة وتيجي تقول طبعا أنا خايفة على بنتي أن يجي لها الغدى الحقيقة أنه ما فيش سبب مثبت علميا أن هي ليها وراسة ولكن هي في المجمل شئ شائع في السيدات ما بين كل عشرة بناخدهم نعمل لهم التحليل ستة بيطل عندهم غدى فعشان كده ابتدى يقول بالملاحظات بتاعتنا الطبية أنه بيبقى فيه فعلا عائلات عندها كلهم مشاكل في الغدى لكن هي لم يثبت أن هي ليها وراسة الموضوع بيبقى بسيط أنه عند سن معين بنتمن الأم أنك تيجي تيجي تقدري ونكشف عليها ونعملها التحليل لو لقينا أن الأمور كويسة بنقدر نضمن لك أنه لا طول العمر ما يجلهاش غدى وما يبقاش فيه الموضوع الوراثة إن شاء الله ما حدش فينا خالص وعلى شرح الوافي والمعلومات القيمة الحرك دايما بتقولها لنا شكرا لك كان معنا النهاردة دكتور نورهان صفوات سوييرس أخصائي الغدد الصماء والسكر والتغذية العلاجية ماجستير الغدد الصماء والسكر جامعة عين شمس دبلوم التغذية العلاجية والمعهد القومي للتغذية دبلوم مكافحة العدوى جامعة عين شمس وعضو الجامعية العربية للسكر والميتابوليزم ودي كانت نهاية حلقتنا نتمنى أن حلقتنا تكون أفادتكم استنونا في حلقات تانية وصحتك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة